سلام عليكم تطور المشاعر تجاه صديقتك قد يكون مربكا قليلا خصوصا عندما لا تستطيع معرفة مشاعرها بالضبط أو تخشى من رد فعلها في هذا الفيديو نقدم لك بعض النصائح للتعبير عن حبك لصديقتك والتعامل معها لا تنسوا فقط أن تدعموني بلايك تعليق أسفل الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات للتوصل بكل ما هو جديد من فيديوهاتي لأنه يحز في نفسي الكم الكبير من المشاهدات لفيديوهاتي ولكن دون اشتراك أو تفاعل من قبلكم كأن قناتي لا تستحق مجهودا بسيطا من طرفكم وهو الدعم لأستمر أستسمح لنواصل أحب صديقتي ماذا أفعل أولا تأكد من مشاعرك ينخدع الأشخاص بمشاعرهم أحيانا فيعتقدون أنهم واقعون بحب أشخاص من حولهم ويكتشفون مع الوقت أن مشاعرهم كانت مجرد إعجاب سطحي وليست حبا حقيقي أو كانت بسبب الحاجة للحب والارتباط وهذا سبب التورط بعلاقات غير مناسبة لذا يفضل بداية قبل أن تحكم على مشاعرك تجاه صديقتك أنها حب حقيقي عميق أن تسعى للتأكد من هذه المشاعر وإعطاء نفسك الوقت لتفكر بدوافعك للوقوع بحبها وبمدى رغبتك ببناء علاقة جدية قابلة للتطور معها وما إلى ذلك ثانيا حاول تقييم العلاقة حتى لو بدت لك المشاعر حقيقية وقوية تجاه صديقتك فكر في مدى احتمالية نجاح العلاقة ومدى التناسب ما بينكما من النواحي الدينية والثقافية والمادية والشخصية وما إلى ذلك من المهم وضع هذا التقييم قبل أن تتطور الأمور والعواطف بينكما وقبل أن تعترف بحبك لها ثالثا تحدث إلى صديق موثوق إذا لم تمتلك الجرأة الكافية للاعتراف بحبك أو تعجز عن تقييم وفهم مشاعرك بشكل حقيقي تحدث إلى صديق أو شخص موثوق مقرب منك واطلب النصيحة والرأي الصريح والمساعدة في توجيهك بعيدا عن لهيب المشاعر التي تشعر بها تجاه صديقتك والتي قد تمنعك وتعوقك قدرتك على التفكير رابعا استفسر عن حياتها بمجرد أن تبدأ باتماس مشاعر حب أو إعجاب تجاه صديقتك حاول الاستفسار عن بعض تفاصيل حياتها فيما إذا كانت مرتبطة أو متزوجة أو واقعة بحب شخص ما يساعد كذلك في اتخاذ القرار إما بمحاولة التقرب أكثر وجذب الانتباه وإما باحترام ارتباطها وحياتها وكبت مشاعرك ومحاولة نسيانها خامسا أقرأ عن الحب والعلاقات إذا لم يسبق لك الارتباط من قبل ستكون مشاعر الحب الأولى التي تشعر بها غير مفهومة وتسبب حالة من الانشغال والتشتت لك كما لن تقدر على حسن التصرف لذا قد تفيدك بعض الكتب التي تشرح الحب وتتحدث عن العلاقات العاطفية في فهم نفسك وفهم المشاعر التي تنتابك وتقدم لك أفكارا عن طريقة التعامل مع ذلك سادسا استعد لكل النتائج جهز نفسك لتلقي أي نتيجة يعود بها عليك هذا الحب فكما من الممكن أن تنجح في بناء وتطوير علاقة مع صديقتك التي تحبها يمكن أن تتلقى الرفض على ذلك الحب وتفشل في محاولة الارتباط بها كما يمكن أن تخسر أيضا هذه الصداقة بشكل نهائي بعد أن تعترف بمشاعرك وحبك فكن واعيا لهذه الأمور ولا تبني آمالا من تلقاء نفسك لنجاح هذا الحب كيف أتعامل مع صديقة التي أحبها؟ أولا كن لطيفا أسلوب التعامل اللطيف واللبق من أهم ما يجعلك جذابا ومحبوبا من الآخرين وهذا يترك انطباع جيدا عن شخصيتك خصوصا بالنسبة لصديقتك التي تحبها وتحمل مشاعر تجاهها لذا احرص على التعامل بلطف وتهذيب وكن ودودا دائما ثانيا تعامل بصدق التعامل بصدق مع الصديقة التي تحبها وترغب بالارتباط معها أساسي كي تستطيع الحصول على احترامها وثقتها وكي تزداد فرصة ولادة علاقة حب صحية وناجحة بينكما لذا كن صادقا بالحديث عن نفسك وآرائك وبطريقة التعبير عن مشاعرك وبشأن تطلعاتك للعلاقة أيضا ثالثا لا تتصنع وكن عفويا الرجل أحيانا عندما يعجز عن البوح بمشاعره بشكل صريح للبنت التي يحبها يتصنع ويتقمص شخصية لا تشبهه كمحاولة للفت نظرها وشدها نحوه وهذا قد يبدو ناجحا في البداية لكنه يضعك بموقف سيء في المستقبل أمامها ويخلق الكثير من المشاكل في مستقبل العلاقة ويقودها للفشل لذا كن عفويا وحقيقيا بالتعبير عن شخصيتك بكل نواحيها الإيجابية والسلبية ولا تحاول لعب شخصيات كاذبة رابعا تقرب منها بتوازن بمعنى أن تكون قريبة بما فيه الكفاية لتشعر صديقتك بمحبتك وإعجابك لكن بدون مبالغة في ذلك أن تفرض نفسك عليها لأنك عندما تبالغ بطرح اهتمامك ورغبتك بالتقرب منها ستجعلها تشعر أنها محاصرة وستنفر منك كما سيقل انجذابها لشخصيتك واقتناعها بإمكانية الارتباط والإعجاب بك خامسا حاول اختبار مشاعرها عندما تجهل مشاعر صديقتك التي تحبها غالبا ستشعر بالارتباك في طريقة التعامل معها لذا حاول أن تجد طريقة تختبر بها مشاعرها من ناحيتك وهل يوجد تقبل من ناحيتها لتطوير العلاقة بينكما؟ هذا يسهل عليك فهم الطريقة المناسبة للتعامل مع صديقتك التي تحبها إما بالتقرب وإما بالابتعاد ومحاولة نسيانها سادسا خطط للنزهات معها بقاؤك مع صديقتك التي تحبها لفترة من الوقت والقيام بأنشطة مشتركة ممتعة يساعد في إنماء العلاقة بينكما ويسهل عملية التعارف والتقرب كما أن هذه الطريقة بالتعامل ستشعرها بالسعادة وأنك تهتم لصحبتها وسيكون هذا وقتا مميزا بالنسبة لها وربما يساعد في جعلها تنجذب لك كيف أعبر عن حبي لصديقتي؟ أولا شارك اهتماماتها يمكنك من خلال إنشاء الأحاديث والحوارات مع صديقتك التي تحبها أن تسألها في سياق الحديث عن اهتماماتها في مختلف مجالات الحياة مثل الرياضة والقراءة والموسيقى والفنون والدراسة والعمل وغيرها الكثير ثم محاولة مشاركتها في هذه الاهتمامات ما استطعت كي توضح أنك تكن لها اهتمام خاص لا يحظى به أحد غيرها ثانيا قدم لها الهدايا عندما تقدم الهدايا لصديقتك التي تحبها خصوصا عند عدم وجود دوافع أو أسباب مباشرة فأنت تعبر عن مكانتها الخاصة بالنسبة لك وعن رغبتك بالاهتمام بها وهذا يساعد في احتلال مكانة خاصة في قلب الفتاة ويعزز فرحها بالاهتمام الخاص الذي تتلقاه منك ثالثا احفظ التفاصيل التي تخصها مثل يوم عيد ميلادها أفلامها المفضلة النشاطات التي تحب القيام بها نوع طعامها المفضل وهواياتها وما إلى ذلك وفاجئها باستخدام هذه التفاصيل في سياق علاقتك معها هذا التعامل يبعث رسالة مفادها أنك تسعى لجعلها تشعر بالسعادة معك وتهتم بمحاولة تحقيق رغباتها وأمنياتها مما يقدم لها فكرة واضحة عن قوة حبك ومشاعرك تجاهها رابعا تحدث عن أهميتها في حياتك عبر خلال حديثك مع صديقتك التي تحبها عن مكانتها عندك وعن غلاوتها الخاصة التي لا ينافسها عليها شخص آخر وبطريقة غير مباشرة بين مدى راحتك بالحديث معها وسعادتك في الأوقات التي تجتمعان بها وقوة التأثير الإيجابي المهم الذي يشكله وجودها في حياتك خامسا أذكر جوانب إعجابك بها عدد الأمور التي تعجبك وتجذبك لصديقتك بطريقة لطيفة غير فضة وغير مباشرة أيضا بحيث يظهر لها أن الإطراء الذي تبديه نابع من انجذاب خاص لها مثلا أخبرها أنك تحب براءتها وطيبتها وتنجذب لقوة شخصيتها وذكائها وحاول ذكر القليل من الغزل حول الشكل لكن بشكل بسيط وبطريقة أقرب إلى المزاح سادسا أظهر الغيرة بشكل غير مباشر بين المزاح والجد حاول أن تبعث فكرة لصديقتك أنك تغار عليها في بعض المواقف لكن دون أن يكون الأمر مزعجا لها أو جادا بشكل كبير كي لا تثير غضبها بشأن تدخلك بها وإنما الفكرة توضيح بسيط لها لإيصال مشاعرك ليس إلا كيف أجعل صديقتي تحبني وتتعلق بي؟ أولا تواجد على فترات بمعنى أن لا تكون متاحا على مدار الساعة بجوار صديقتك التي تحبها إما تحادثها وإما تكون معها وإنما ترك فواصل زمنية معينة للتواصل والالتقاء بحيث تكون هذه الفواصل طويلة نسبيا بما يكفي ليجعلها تلتمس أهمية وتأثير وجودك في حياتها وليحفز شعورها بالشوق والحنين لك عندما تغيب ولتتعلق بك بشكل أكبر أما إذا كنت متواجدا في كل وقت وفي كل مكان دون غياب ستضجر منك مع الوقت صديقتك وتشعر بالضغط من وجودك وستسعى للبعد عنك ثانيا احترمها كمرأة النساء يرغبن دوما بالارتباط برجل يقدر المرأة ويحترمها ويكرهن التعرض للإهانة حتى لو كانت من باب الدعابة والمزاح لذا يعد إظهار الاحترام من أهم خطوات جذب انتباه صديقتك المعجب بها وجعلها تتعلق بك ثالثا ساعدها في مشاكلها وكن سندا لها أكثر ما يجذب المرأة عاطفيا للرجل ويجعلها تقع في غرامه وحبه هو شعورها بالدعم منه والوقوف بجانبها في مختلف المحن والمشاكل وأن يكون عونا لها وبطلها بحيث يشكل وجودها معه نوع من الراحة والأمان لا ترغب في فقدانه مدى حياتها رابعا استمع لها حسن الاستماع للمشاكل والهموم طريقة رائعة لتعبر عن حبك وتقديرك لصديقتك التي تحبها ويساعد في بناء حالة خاصة من التواصل ويساعد معك على وجه التحديد دون غيرك فتعزز العلاقة مع الأيام وتصبح صديقتك أكثر تعلقا بك وربما تتطور العلاقة لعلاقة حب خمسا اعتني بنفسك من الخطأ الاعتقاد أن الشكل والمظهر الخارجي غير مهم للرجال كما هو للنساء ففي الواقع النساء يبدين اهتماما عالي لشكل وأناقة الرجل لذا عندما ترغب بجعل صديقتك نقع في حبك اعتني بنفسك وبمظهرك وارتدي ثياب أنيقة ومناسبة لجسمك وحافظ على الأناقة والرائحة العطرة وسرح شعرك دائما أمامها وتخلص من الدهون الزائدة إن استطعت سادسا كن جديرا بالثقة حافظ على سمعتك الطيبة بين الناس ووفي بوعودك لصديقتك التي تحبها وكن صادقا ولا تكذب في أي موضوع ولا تحاول التصنع هذه التصرفات تجعل منك رجلا أهلا للثقة بعين أي امرأة فيجذب صديقتك للتقرب منك ويزيد شعورها بالأمان والثقة معك وبالقدرة على الاعتماد عليك سابعا كن مرحا الشخصية المرحة للرجل ملفتة وجاذبة بالنسبة للفتيات كما أن العلاقة المرحة تزيد الشعور بالراحة وتعزز القدرة على التواصل والتفاهم فيما بينكما مما يعطي فرصة أكبر لجعل صديقتك تقع في حبك أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالموضوع والنصائح المقدمة شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإعجاب وتتركوا تعليقاتكم المميزة كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق سنلتقي مرة أخرى في مغامرة جديدة إلى اللقاء يا أصدقاء